اتهمت مصادر أمنية عراقية عناصر في تنظيم القاعدة بضلوعها في التفجيرات التي ضربت بغداد في التاسع عشر من الشهر الجاري سميت بتفجيرات الأربعاء الدامي وخلفت العشرات من القتلى والجرحة وهو أمر يطرح تساؤلات عديدة حول الاتهامات العراقية إلى حزب البعث التسريبات الجديدة حول تفجيرات الأربعاء الأسود في بغداد ربما تقلب مسار التحقيقات رأسا على عقب فبعد توجيه أصابع الاتهام إلى عناصر في حزب البعث جاءت مصادر أمنية عراقية لتربط بين الانتحاريين الذين نفذ التفجيرات ضد وزارتي الخارجية والمالية وبين دولة العراق الإسلامية المتحالفة مع تنظيم القاعدة المصادر أشارت أن التحقيقات أثبتت أن الانتحاريين أطلق صراحهما مؤخرا من سجن بوكا